الهجرة في خدمة التنمية وعنوان الوشرة الموضوعاتية حول الهجرة بسخيرات فاعلون وخبراء من دول مختلفة إلى جانب ممثلين منظمة الأمم المتحدة التقوا هنا لإيجاد سبل المثلى للتعاطي مع الهجرة كمورد التنمية وليس كإشكال الآن في العالم 250 مهاجي في العالم نصفهم نساء ولكن فقط 3.100 من ساكنة العالم ولكن كي سهموا بتسعود فاصلة 5 من ناتج داخل الخام العالمي اللي عنده تقل مالي و 5.8 من المداخل دي المهاجرين في الخارج تبقى في بلد الاستقبال إذن هم مساهمين في التنمية بشكل يومي وبالتالي أي تعاطي من منظور ضيق على اعتبار مسؤولين على أي أزمة اقتصادية هو تعاطي أصبح متجاوز الورشة الموضوعاتية تعكف ضمن يوم ونصف على معالجة الهجرة والتنمية عبر أربعة مداخل هي الهجرة كألية للحد من الفقر والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والوضع الهشو المهاجرين وبعض المخاطر الخاصة وعدم فعالية تنفيذ البرامج الحالية بالنسبة المهاجرين وصعوبات الكبرى المتعلقة بالمعطيات نقاش يسعى إلى استخراج خارطة الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أعتقد أنه جد مهم خصوصا بنسبة الدول الإفريقية أن نبدأ في تطوير والتفكير في طرق مختلفة للترفع القانوني وتحديد المسؤوليات بطريقة جد فعالة وبمخرجات قابلة للتحقيق اندماج المهاجرين يتطلب أن نأخذ بأن المهاجر يمثل عامل التنمية بنسبة دول الاستقبال والإقامة ولهذا لا يجب اعتبار المهاجرين تهديدا أو خطرا ولكن بالعكس ثمرة تنمية لفائدة دول الاستقبال والإقامة التحضير لمنتدى العالمي للهجرة والتنمية الذي يشارك المغرب في رئاسته إلى جانب ألمانيا هي السياق الذي تأتي فيه هذه الوشرة الموضوعاتية ومن منتظر أن تنعقد الدورة القادمة من هذا المنتدى بمراكش لاستكمال العمل على خارجة طريق واضحة إذا الهجرة